تحياتي النهاردة هنتكلم عن محنة خلق القرآن من خلال مناقشة عقلانية بحتة بعيدة عن العواطف أو الميل المذهب على حساب مذهب آخر وده اللي احنا نتعودنا عليه دايماً بنستخدم العقل في أي مسألة بنقشها مسألة خلق القرآن هو فكر انتشر في عهد الخليفة العباسي المأمون من قبل فرقة المعتزلة والتي تقول أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق وأول من قال هذا هو إجهم ابن صفوان الترمزي وكان هذا الرجل حد الزكاء قول حجة فاطن زو فكر وكان ينفي رؤية الرجل لله كان ينفي أن رؤية الإنسان لله عز وجل في الآخرة ويحتاج على ذلك بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وكثيراً من أفكار ومعتقدات مذهب المعتزلة تم أخذه من هذا الرجل الذي كان يشتغل بعلم الكلام علم الكلام المقصود بيه دراسة كل ما يخص مسائل العقيدة الإسلامية والتوحيد ووصول الدين وكان هذا الرجل يعتمد على إعمال العقل في النص وهو فكر المعتزلة حتى يومنا هذا بالطبع واقتنع الخليفة المأمون بفكرة خلق القرآن وطالب منشر هذا الفكر في كل أرجاء البلاد وعز لكل من لا يؤمن به وهو ملاقة معارضة شديدة من الإمام أحمد بن حنبل الذي تحمل من أجل ذلك الكثير من التعذيب حتى قام الخليفة المتوكل بإنهاء هذه المحنة وأفرج عنه هنتكلم في الموضوع باستفادة دلوقت المعتزلة هم أول من قاموا بتعديل تفسير النص المقدس وفق أسس عقلية وليس عن طريق النقل وتغييب العقل كما هو كان سائد في أنحاء البلاد وخاصة في الحجاز بالطبع هو فكر الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يرفض إعمال العقل في النص بل كان مع النقل وتهميش دور العقل ومن هنا بدأت محنة خلق القرآن فالمعتزلة يرون أن القرآن مخلوق لأنه يحوي نصوص متنوعة ومختلفة ومتعارضة أحيانا حيث كانت تنزل الآيات في أوقات متباعدة ومختلفة لتشرح أو تفند أو تشرع فالقرآن لم ينزل مرة واحدة وهذا يؤكد أنه مخلوق واستحال أن يكون أزل من أزلية الله لأن الآيات كانت تنزل لتحلل أو لتحرم أو لتبرق أحدا أو لتشرع لأشياء مستقبلية أو لتشرح للرسول ماذا عليه أن يفعل في موقف ما ويقول المعتزلة أيضا أن القرآن يتقدم بعضه على بعض وهذا يؤكد أنه ليس قديما أزليا إذ أن القديم هو ما لا يتقدمه غيره ونفى المعتزلة صفة الإعجاز عن القرآن ووصفوه أنه كلام الله ووحيه وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه ليكون دليلا على نبوته لنرجع إليه في مسائل الحلال والحرام وبالطبع من خلال فكر المعتزلة نرى أن النص القرآني غير صالح لكل زمان ومكان لأن قراءته يجب أن تعتمد على زمان نزول الآية ومكانها وسبب النزول وهذا يؤكد أيضا على أن القرآن مخلوق وليس أزلي لأنه إذ كانت الآية تنزل لتحل مشكلة معينة في تلك الفترة الزمانية إذن كيف يقول أحمد بن حنبل أن القرآن أزلي من أزلية الله فهذا ضد العقل والمنطق ده كلام المعتزلة طبعا بالطبع معروف عن الإمام أحمد بن حنبل أنه تشدده يعني في الرأي وأنه بيبقى مقتنع بفتواب بطريقة صعبة شوية ده معروف عن المذهب الحنبالي وتقديس النص على حساب العقل يعني ده برضو معروف عن المذهب الحنبالي ولذلك كان يقول أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق ومن قال إن القرآن مخلوق فهو جهامي كافر ومن قال إن القرآن كلام الله فقط ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم يعني بالطبع هنا تكمن مشكلة الإمام أحمد بن حنبل وهي تكفير الآخر دون ترك حرية الاختيار للشخص أن يعتنق الفكر الذي يريده لأن تكفير الناس ليس هو الحل بل بلاء على الأمة وفتنة لا يعلم مدها إلا الله وعندما وصلت أخبار فتنة خلق القرآن إلى الإباضية في عمان وبلاد المغرب اختلفوا أيضا فيما بينهم ففريق منهم يرى أن القرآن مخلوق بلا أدنى شك وفريق آخر يرى أن القرآن غير مخلوق ولكن الإباضية كانوا أكثر زكاء من الإمام أحمد بن حنبل الذي كفر من يعارض فتوى حيث ترك الإباضية الحرية للناس ولم يكفر أحدا منهم الآخر كما حصل في العراق وإن كان معظم علماء الإباضية في المغرب العربي اتفقوا على أن القرآن مخلوق يعني هنا الإباضية كانوا فعلا أكثر زكاء من أحمد بن حنبل لأنهم ارتركوا الناس أحرار وده صح أنك تترك الإنسان حر في الفقر لأن ده شيء لا يعلمه إلا الله بالإضافة أن ده سؤال فلسفي يعني سؤال فلسفي بحث لا يعني فكرة أنك أنت تعاند في شيء فلسفي بحث يحتمل الصواب أو الخطأ وده سؤال افتراضي والتشدد فيه والتكفير فيه ده يعني أنا شايف أنه فيه قلة حكمة ولذلك الإمام مالك والطبري يعني خاصة أنا الطبري لما كتب كتاب عن الفقهاء لم يضع الإمام أحمد بن حنبل ضمن الفقهاء لأنه كانوا يرهوا متشدد وده كان سبب قتل الإمام الطبر أنا أعملت لكم حلقة عن الموضوع ده لأن الحنابلة قالوا طالما هو لا يجل الإمام أحمد بن حنبل فطبعا نكلوا به وقفلوا عليه الباب المنزل ولغاية طبعا ما مات بسبب التنكيل اللي حصل به من أتباع الحنابلة وده طبعا قصة معروفة في التاريخ ففكرة التكفير نفسها خطأ يعني خاصة ده سؤال زي ما بقول لكم فلسفي يعني مثلا الشيعة منعوا الخوض في تلك المسألة منعا للفتنة وده كان زكاء من الشيعة يعني الصراحة اللي حنخط في موضوع ليه فلسفي لا يعلمه إلا الله فمنعوا الخوض في تلك المسألة وده طبعا كان زكاء منهم يعني أنا أحب أسمع رأيكم يعني هل أنت مع أو ضد وإيه رأيك في الكلام اللي قاله المعتزلة لأن المعتزلة كانت حجاجهم قيمة على العقل وليس على يعني إيه تقديس النص دون استخدام العقل وعلى فكرة أنا لا أجد تعارض بين استخدام العقل في النص لأن أي إنسان بيبقى عايز يصل للحقيقة لازم يستخدم عقله ده النعم اللي الله أعطاها لنا يعني يعني دي كانت حلقة النهاردة أحب أسمع رأيكم ومين معها ومين ضد وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطابة مساءكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم